تاني ان المنهج طبعا توقفت المناهج عند خمستاشر تلاتة او خمستاشر مارس يعني ما بعد خمستاشر مارس اكيد ده لا يمتحن فيه الطالب فياريت نراجع تاني في كل المواد مش بس في اللغة الانجليزية ونعرف احنا وقفنا فين بالضبط طبعا ازا كان الموضوع يخص لغة الانجليزية فاحنا خلاص عارفين كويس قوي اللي معانا في المقرر من الوحدة الاولى للوحدة اربعتاشر يعني الوحدة خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر مش معانا تاني من الوحدة الاولى للوحدة اربعتاشر طيب حد مثلا يقولي الجرامر مثلا الموجود في الوحدة ستاشر وطمنتاشر اللي هو بيتكلم على الكونديشنالز او كونديشنال اف طيب الحاجات دي مثلا بيقولي بتيجي تراكمية فممكن تسئل فيها تس اوكي فعلا واضح ممكن يجي ان احنا ممكن نلاقي مثلا سؤال في قاعدة اف هتقول او اللي اختمحنا اخدناها دا عامل بالزبط كده مثلا جرامر او نحو زي اللغة العربية يعني معانا ان انا ممكن يجينا سؤال فعلا في القاعدة الخاصة بالكونديشنالز يبقى انه لازم اركز برضو او اذاكرة او على اقل القي نظرة على الجرامر مش بس الموجود في الوحدة ستاشر وطمنتاشر كمان في الوحدة سبعتاشر والوحدة الخمستاشر تكلم على استغدامها طبعا في زي ما قلنا قبل كده او استغدامها في او زي ما قلنا الحظر او التحريم كنا كمان في الاستنتاج الحاجات دي كلها مواضية درسناها كتير اوي قبل كده فياريت كلنا ناخد بانة ليها ونرجعها مرة تانية على اساس طبعا يعني وارد تيجي منها على اقل نقطة في ولكن الكلمات هقولك يعني عندك وقت بص على كلمات في الوحدات التانية لان في الاخر برضو انا بتكلم على لغة ومتكلمش على مادة معينة تمام اللغة بالزاد كلكم عارفين يا حبائي هي يعني تحتاج مني طبعا مطالعة طويل وقت عشان نبقى في اثراء لغة بالنسبة لنا ونقدر ان احنا نكون قادرين على كتابة طبعا او موضوع تعبير نقدر كمان نقرأ القطعة بتاعت الكمبرينشن بشكل كويس جدا ان نجيب عليها نقدر كمان نحل سؤال الترجمة طيب بالنسبة بقى للقصة هل تفتكروا كويس انا مثلا لما احكي لك قصة او ابدأ احكي كنوفل مثلا واجي في النص كده مدلكش النهاية ما قولكش مثلا تمت او انتهت على ايه بتبقى مش كويسة صحيح احنا في القصة بتاعتنا او The Novel بتاعتنا اللي هي The Prison of Zinda كنا هنقف عند الفصل السادس اللي هو احنا النهاردة هنخلصه ان شاء الله ولكن هتلاقي طبعا السابع والتامن مش موجودين في الحسبان يعني مش هنلاقي فيهم سؤال في اخر السنة في الامتحان ان شاء الله لكن انا يعني بقى ناشد كل الطلبة ان احنا على اقل نقرأهم للاطلاع يعني نحاول بقدر امكان كده نقرأ الفصل السابع الفصل الثامن على اساس على اقل نعرف القصة دي انتهت عندي ايه كمان نعرف ان فيه بعض طبعا ملخص القصة في الاخر هيبان في الفصل الثامن المورلز اللي هي الدرس او المغزى اللي استفيد من القصة موجود يمكن في الفصل الثامن تقدر تعمل كده conclusion الاحداث اللي كان ممكن نقاط عايزة استفيد بيها او اكتر كل ده هيبان اكيد فيه نهاية الفصل الثامن فنصيحة اشتاخد مننا وقت وانعرف كل اكشتار طبعا مذاكرين بعد ما نخلص الفصل السادس بالتفاصيل بقى المملة تمام؟ نقدر برضو نبص على الفصل السابع والثامن ولو قراءة سريعة عشان نبقى عندنا يعني an overall view of our novel نظرة شاملة كده للقصة بتاعتنا النهاردة اكيد بيقى مع بعض ان شاء الله احباي هندرس زي ما قلت الفصل